اشتركوا في القناة وفي جانبهم رأيها مثله يعني في تبرجها الشديد ومعها كتاب تقرأ فيه بالانجليزي قلت في نفسي يا لي زوجته او صديقته او ابنته فاقرأ في كتاب انا وصاحبون تحدث احيانا غابت علينا الشمس ونحن في الطائرة فسألت الذي بجانبه قلت ابو عبدالله نصلي هنا ام نصلي اذا وصلنا قال لا لا بقي ساعتين ونصلي نصلي في الرياض طيب فتحت الكتاب جلست اقرأ تفاجأنا ان هذه المرأة قامت وفتحت الدرج الاعلى واخرجت حقيبتها واخرجت عباءة وخمار ولبست العباءة والخمار وصلت المغرب مع انها شديدة التبرج قلت في نفسي اشهد ان لا اله الا وانا الحمد رسول الله كيف قال ابو عبدالله شوف شوف تصلي والله والله تصلي قلت استح على وجهك احنا مطاوع او بنصلي اذا وصلنا وهذه تصلي في الطيارة قم خلنا نصلي فقمنا لاجل ان نصلي وهي كانت قد انتهت انتهت من صلاتها نزعت العباءة والغطوة ورجعتها في الشنطة ورجعت فاقبلت عليها وانا مار قلت يا اختي بارك الله فيك الله يجزاك خير على انك طبعا كنت غاض بصري وانا اتكلم معها كنت غاض بصري عشان ما يقول احد والله الشيخ طول النصيحة انها حلوة لا 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 وهي تقول لي خلاص فهمت النصيحة وقل لا لازم افهمك اكثر فقلت لكن يا اختي انا اشترك على انك صليتي وجزاك يا الله خير وهذا يدل على ان عندك يعني خير وايمان لكن لو انك يا اختي ايضا زدت على هذا الخير انك ابقيت العباءة عليك لكان خيرا لك قالت جزاك الله خير ادعو لي ادعو لي ثم مضيت مهما كان الذي امامك ربما يظهر عليه مظاهر المعصية الا انك اعلم ان فيه من الخير قد يكون فيه 90% الشر لكن فيه 10% خير زدها العشرة في المائة حتى تصل الى 50 ولا تقول انت اصلا فاسق انت فاجر وتبدأ تنقص العشرة في المائة زدها لعل الله تعالى نسلحهم عليها اشتركوا في القناة